قوة العقل الباطن ينقسم دماغنا إلى قسمين العقل الواعي والعقل الباطن وربما قد سمعت من قبل أن العلماء يقولون إننا لا نستخدم سوى عشر بالمئة من قدرة عقولنا وهي في الغالب نسبة العقل الواعي إلى إجمالي قدرة العقل ولذلك فإن العقل الباطن أكبر حجما وأعظم قدرة هل تستطيع تخيل كيف تتغير حياتك لو استطعت توظيف نسبة التسعين بالمئة من عقلك بأقصى قدرتها؟ أجل إن بيسعنا توظيف القوة السحرية للعقل الباطن لتحسين حياتنا وما الذي يفعله العقل الباطن؟ إن العقل الباطن يحمينا ويبقينا على قيد الحياة وكل ما نتلقاه بحواسنا الخمس من سمع وشم وتذوق ولمس نبعثه للمعالجة والتخزين في عقلنا الباطن فائق القدرة ويقوم العقل الباطن بخلق مرجعية لتلك الأحداث ولنفرض مثلا أنك تعرضت لخبرة سلبية في حياتك وأن عقلك الواعي قد أرسل تلك الخبرة كمدخلات إلى عقلك الباطن لمعالجتها وتخزينها في تلك الحالة لو واجهتك مثل تلك الخبرة في المستقبل فإن عقلك الباطن سيتذكر بصورة آلية الخبرة السلبية السابقة ثم يرسل لك مشاعر وأحاسيس وصور مرتبطة بها إنه يذكرك بالخبرات السابقة وكيف ستجيب على هذه الخبرة لأن المدخلات من كل حواسك وأفكارك والمثال الأوضح على ذلك هو البراد الساخن إن عقلك الباطن يتذكر أن ذلك البراد قد يكون ساخلا لدرجة أن يلتعب وإن لم يفعل ذلك ستقع في نفس الخطأ وتمسك البراد ساخنا وعقلنا الباطن أداة متعددة الوظائف ويمكنه القيام بالكثير من المهام بصورة آلية في وقت واحد مثل السير والتنفس والحفاظ على ضربات القلب إلى آخره وهو يعمل 24 ساعة يوميا دون أن يأخذ راحة أو إجازة ومثال جيد آخر على قوة العقل الباطن هو مثال قيادة السيارة إنك عندما تقود سيارتك فإنك تفعل ذلك بصورة آلية دون أن تفكر حتى في كيفية قيامك بذلك بل تقودها وحسب والبشرى أننا نستطيع توظيف قوة عقلنا الباطن لتحقيق أهدافنا وأحلامنا إن بأسعك برمجة عقلك لتحسين أي جانب من جوانب حياتك إن كافة الأفكار والسلوكيات والخبرات يتلقها عقلك الواعي ثم يسجلها ويخزنها في عقلك الباطن ومع ذلك فإن عقلك الباطن لا يميز بين مدركاتك الواعية وسواء أكانت واقعية أو متخيلة إن العقل الباطن يفكر فقط بصورة حرفية وكذلك لا يفهم روح الفكاهة والفرق بين الجد والهزل وأعظم أداة لبرمجة العقل الباطن لتحقيق النجاح هي التصور فهو يمكنك على مستوى الوعي من أن يجذب ما تريده ولذلك يلبغي عليك أن تتصور صوراً لنتائج مرغوبة إيجابية على أساس يومي وعليك أن تضمن ذلك أيضاً المشاعر والإنفعالات الإيجابية إن التفكير في الأفكار الجيدة والإيجابية فقط أداة فعالة أيضاً في برمجة عقلك الباطن وأنت لديك القدرة على اختيار أفكارك لذلك عليك أن تتوخى الحذر فيما تفكر فيه وأن تسيطر عليه وأياً كان ما تفكر فيه فإن عقلك الواعي يرسله إلى عقلك الباطن ليقبله الأخير على أنه حقيقة لذلك لا تقول سوف أفشل ولا لا أستطيع فعل ذلك ولا لا أستطيع تحمل ذلك لأن عقلك الباطن سيتعامل مع تلك الجمل على أنها حقيقة درب عقلك الواعي على التفكير في النجاح والسعادة والبهجة والثراء والصحة والحب واستخدم طاقة عقلك الباطن ليجلب إلى حياتك النجاح أو المال أو الوظيفة أو المنزل أو السيارة أو أي شيء آخر ترغبه كرر إقراراتك الإيجابية على أساس يومي واستشعر متعة الإنجاز والنجاح عندما تردد لنفسك تلك الإقرارات لقد ولدنا ومعنا قوة العقل الباطن ومع ذلك لم نستخدمها أبدا بأقصى طاقتها وإذا كان لديك رغبة قوية في النجاح فإنك ستحرر طاقة عقلك الباطن وتطلقها من عقالها